مئة عام مرت على نشأة جهاز حرس الحدود في السعودية بدأت بفرق صغيرة من الهجانة والمراكب الشراعية تقوم بمهمة الإنذار المبكر عند استشعار الخطر وتطور هذا القطاع ليغطي أكثر من ثمانية آلاف كيلو متر حدودي بأحدث التجهيزات والوسائل التقنية مئة عام سعى جهاز قطاع حرس الحدود إلى توثيق مراحلها وعرضها في أول معرض أقيم خصيصاً لذلك إبراز دور حرس الحدود وما يقوم به من مهام أمنية لحماية حدود المملكة طبعاً هدفنا الثالث هو إبراز دور شهداء حرس الحدود الذي قدموا حياتهم في الدفاع عن أمن حدود الوطن المعرض يبرز جهود رجال الحدود الأمنية في تأمين أطراف السعودية والحد من تهريب السلاح والمخدرات والهجرة غير المشروعة وعمليات البحث والإنقاذ والتوعية بالسلامة البحرية بالإضافة إلى وحدات أمنية خاصة لتخليص السفن من القراصنة قبل إنشاء هذا المعرض كان هناك فريق عمل يعني يعمل بجد حقيقة وبحث ورصد تاريخي لرصد جميع المراحل بكل ما تحبيه من وثائق بكل ما تحبيه من وسائل اتصال بكل ما تحبيه من القدرات تم رصدها في كل جناح من أجنحة وكل مرحلة من مراحل حرس الحدود حرس الحدود من أوائل الأجهزة الأمنية التي اهتمت بأسر قتل الواجب الذين ضحوا بأرواحهم لخدمة بلادهم ليكونوا رجالا في الذاكرة وبمناسبة مئوية الحدود انتجى فيلم تسجيلي لمن ضحوا بحياتهم يروي آخر لحظات أيامهم حرسنا في عدم استخدام الجانب الرسمي والطابع الأمني ليخرج هذا المنتج بطبيعة إنسانية عاطفية وصول الجهات الأمنية إلى المعارض للتعريف بنفسها لبناء علاقة مع الجمهور خطوة يراها البعض بأنها ستساهم في رفع مستوى الواعي لدى المواطنين لمساعدة رجال الأمن محمد العيدان العربية الرياض